بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد نواري محمد الطيبين الطهرين هو اللعنة الدائمة على عداهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم آمين سابقا كان اسم البرامج كلاوات الطوسية البترية والناصب الدجال البترية تم تغيير إلى ضحكوا علينا بعمائمهم دجالون كذابون بأفتهم اليوم الحلقة السابعة بعنوان ألعاب القمار حرام عند الله تعالى والعترة الطاهرة حلال عند الناس موضوع ألعاب القمار مثال الشطرينج الدومينو يعني هاي الألعاب عليها لغة كثيرة بعض الناس يقول لك ما بي شيء حلال وبعض الناس يقول لك آه حرام بعض المراجع الطوسية أدوم حرام بعض المراجع الطوسية أدوم حلال زين نحن نجي أولا إلى قول إلى إما عليهم السلام فنشوف حلال حرام زين نجي هنا إلى رواية قال الإمام الصادق عليه السلام بيع الشطرنج حرام وأكل ثمنه سحت واتخاذها كفر واللعب بها شرك والسلام على الله بها معصية وكبيرة موبقة والخائض يده فيها كالخائض يده في لحم القنزير لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من لحم القنزير والناظر إليها كالناظر في فرج أمه والله بها والناظر إليها في حال ما يلها بها والسلام على الله بها في حالته تلك في الإثم سواء ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده في النار وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة وإياك ومجالسة الله المغرور بلعبها فإنها من المجالس التي باء أهلها بصخط من الله تعالى يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم المصدر بحار الأنوار الجزء 76 صفحة 235 السهنانة عرفنا هذه الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام بأنها حرام زيه أكو بعد روايات كثيرة يعني مثلا قال الإمام الصادق عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرد النرد يعني الزار هذا بالعراق يسمونه والشطرنج والكوبة والعرطبة وهي الطنبور والعود ونهى عن بيع النرد النرد الزار قلنا الطنبور والعود آلات الموسيقى كذلك المصدر وسائل الشيعة للحر العاملي عن الفضيل قال سألت الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الأشياء التي يلعب بها الناس النرد والشطرنج حتى انتهيت إلى السدر الألعاب كانت في زمانهم وهذا موجودة البعض منها فقاله صلى الله تعالى عليه إذا ميز الله تعالى الحق من الباطل إذن ميز الله تعالى الحق من الباطل مع أيهما يكون قلت مع الباطل فقال صلى الله تعالى عليه فما لك وللباطل يعني الإمام هنا يسأل يقل له الله سبحانه وتعالى نهان عن هاي الأشياء اللي يصير وي هاي الأشياء اللي يلعبوا كذا ويا من يصير قاله مع الباطل قاله فما لك وللباطل يعني هاي أشياء بيها باطل نحن ليش الرحيمها السدر أو السدر اللعبة يقامر بها المصدر وسائل الشيء عن الحر العاملي قال الإمام الرضا عليه السلام المطلع في الشطرنج كالمطلع في النار بس مجرد النظر جماعة قاعدين يدعبون أو هو المصدر وسائل الشيء عن الحر العاملي عن حماد بن عيسى قال دخل رجل من البصريين منه البصرة على الإمام الكاظم عليه السلام فقال له جعلت فداك إني أقعد مع قوم يلعبون بالشطرنج ولست ألعب بها ولكن أنظر بس أنظر لا لعب ولا لعب فقال عليه السلام ما لك ولمجلس لا ينظر الله تعالى إلى أهله سبحان الله المصدر وسائل الشيء للحر العاملي عن عبد الواحد بن المختار قال سألته الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه عن اللعب بالشطرنج فقال صلوات الله تعالى عليه إن المؤمن لمجغول عن اللعب جماعة البلايستيشن والهاي تسمعوني المهم المصدر وسائل الشيء عن أبي الجارود عن الإمام الباقر صلوات الله تعالى عليه في قوله تعالى إنما الخمر والميسر والعنصاب والأزلام رتس من عمل الشيطان فاجتنجوه لعلكم تفلحون قال عليه السلام أما الخمر فكل مسكر من الشراب إلى أن قال وأما الميسر فالنرد والشطرنج النارد يقل نزار وكل قمار ميسر وأما الأنصاب فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون وأما الأزلام فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب بالجاهلية كل هذا بيع وشراء والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله تعالى محرم وهو رتس من عمل الشيطان وقرن الله تعالى الخمر والميسر مع الأوثان وسائل الشيعان للحر العامل زين بس احنا عرفنا أقوال أهل البيت وبعد أكو بس احنا سعرفنا عنه زين الجماعة المراجع الخرنقعية ماذا يقولون ماذا يقولون مسألة محمد محمد حق الفيار مسألة مئتين واثناث استفتاءات يقول اللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة أو الدوملة كاتبه والطاولي وغيرها مما أعد لذلك حرام مع الرهن ويحرم على الغالب أخذ الرهن من المغلوب ولا يملكه وهل يحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أو لا الجواب الظاهر أنه يحرم مطلقا كان هناك رهن أم لا ويحرم اللعب بغير تلك الآلات مع الرهن لا مطلقا كالمراهن على كرة القدم وحمل الوزن الثقيل أو على المصارعة أو على القفز أو نحو ذلك ويحرم أخذ الرهن وأما إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز هذا المطلق يقول هيتشي محمس عقل فيض مزيد نجي هذا الثاني يقول اللعب بآلات القمار كالشطرنج وده منها والطاولة وغيرها مما عد لذلك حرام مع الرهن أما يقول هيتشي كذلك نفسه زين السستاني يقول سؤال ما هو رأيكم بلعبة الدومنا أو الدومينو في الحاسوب الجواب هي لعبة قمارية ولا تجوز مع الرهن بعد هذا علاكم أمو الرح السستاني مالتكم يقول حرام وكذلك من دونه على الأحواط بلا فرق يبين أن يكون اللعب بالأدوات الخارجية أو في الحاسوب زين سادق الشيرازي يقول ما هو المقصود من لعبة الدومينو والنورد التي يحرم اللعب هما سؤال إليه الجواب يقول المقصود منهما نوعان خاصان من آلات القمار علما بأن كل آلة قمارية لا يجوز اللعب لها مطلقا برهان أو غيره هسا ذولي خرنقا يقولون حرام ذولي المراجع مالتكم لا أصنام زين نجي بعدين قوله النبي صلى الله عليه وآله ملعون من لعب بالاستيرق يعني الشطرنج والناظر إليه كالناظر إلى فرج أمه بحار الأنوار جزء 76 القطب الراوندي في لب الألباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ملعون من جر اللعب بالاستبرق يعني الشطرنج مصدر مستدرك الوسائل جزء 13 قال الإمام الصادق عليه السلام اللاعب الشطرنج مشرك والسلام على الله به معصية المصدر عوال لآل جزء في التفسير عن الإمام الصادق عليه السلام أن الرجز من الأوثان الشطرنج المصدر المقنع للصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الشطرنج ميسر العجم المصدر فقه القرآن قطب الدين الراوندي عن عبدالله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وآله مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون المصدر عوالم إلا آله قال الإمام الصادق عليه السلام النرج والشطرنج كلاهما ميسر جامع الأخبار المصدر عن الإمام الباقر عليه السلام قال الشطرنج والنرج ميسر المصدر تفسير العياشي قال النبي صلى الله عليه وآله ما اللعب بالنرج والشطرنج فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه المصدر عوالي إلا آله النهر الرسول صلى الله عليه وآله عن اللعب بالنرج والشطرنج والكوبة أو الكوبة والعرطبة أو العرطبة وهي الطنبور والعود هذا ليعزف موسيقى قلوا قلوا لفضراحتك المصدر من لا يحضره الفقيه قال الإمام الصالق عليه السلام في حديث ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرج ولا شهادة المقامر مصدر كتاب من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث أمير المؤمنين عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله يقول أن يسلم على أربعة السكران في سكره وعلى من يعمل التماثيل وعلى من يلعب النرد وعلى من يلعب الأربعة عشر وأنا أزيدكم الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج أن يسلم على أربعة نهى الرسول صلى الله عليه وآله أن يسلم على ذول الأربعة السكران فيه سكرة لا سلم علي حرام وعلى من يعمل التماثيل هذا النحات وهاي الفنان هذا وعلى من يلعب بالنرد الزار طاولي غير طاولي وأنا أزيدكم في الخامسة أنهاكم أن تسلموا على أصحاب الشطرنج المصدر بحار الأنوار عن مؤمر بن خلاد عن إبيل حسن عليه السلام الإمام الكاظم عليه السلام قال النرد والشطرنج وكلما قمر عليه فهو ميسر الكافي وها حديث كثيرة كثيرة ما نقدر نذكرها الآن لأن الحديث يطول احنا ذكرنا أغلب الروايات أو بعض الروايات والبعض الفتاوي عند المرأة وبقتل الشغلة يمكن جماعتنا اللي يلعبون دومنا يلعبون طاولي يلعبون زار يلعبون شطرنج يعني هاي الألعاب يعني الله سبحانه وتعالى عسنا من جعلنا احنا الله سبحانه وتعالى شي يقول وما خلقنا الجنة والإنس إلا ليعبدون احنا خلقنا نلعب طاولي خاف واحد يقول لك ضوجة ووين الروح والله هاي الضوجة ووين الروح وروح اقرأ لك كتاب استفاد منك علم أهلك علم زوجتك علم أولادك علم نفسك الدين علم أمور باتر ورانا موت وين الروح وين وين الروح ورانا موت وحساب وعذاب أمير المؤمنين عليه السلام يقول لو إنا إذا موتنا تركنا لكان الموت راحة كل حيين ولكن إذا موتنا بعثنا لنسأل بعد ذا عن كل شيئين هذا قول الإمام سلام الله عليكم وانتم كيفكم تريد تبقى تلعب دومني شطرين طاولي تتونس تلعب تقرأ تصلي هاي شغلة تخصك انت احنا ما علينا إلا أن نقول هذا حرام وهذا حلال أمر بالمعروف ونهي عن منكر ولا تنسونا بالدعاء والزيارة جزاكم الله خير الجزاء ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته